سؤال بقى هل أي حد ينفع يغني صعيدي وتراث بما إنه من الصعيد يعني ولا هي زي ما يقولوا كده الشغلانة لها ناسها هو فيه يعني فيه حاجة مش الغنى بس ربنا بيحط الموهبة في حد فيه شغلانة حتى في الإعلام طبعا فيه إعلامي زي حضرتك كده بس فيه الله يحفظك الله يحفظك وفيه زي كده في كل شغلانة لها ناسها لها الباب بتاعه المكانش ربنا حط الموهبة والتكنيك بتاع الشغلانة مش هينفع لازم يكون الموهبة ربنا موجودة بعد كده مع العلم والخبرة بتضيف مع الموهبة ومع الخبرة بيبع حدها كويسة وصيطه يسمع لكن لو هو عايز يشتغل الشغلانة ومفيش الموهبة بتاع ربنا ممكن يشتغل وياكل عيش بس ما يستناش يعني تبقى ماشية تمشي بس ما ينتظرش الأضواء مش هنلمع بأمر الله يعني بس احنا بنحكم في الأسباب كله بأمر الله بس ايه الأسباب أسباب الشغلانة واحد اتنين ثلاثة مثلا ما عندكش وزا لمع وما عندوش أسباب الشغلانة دي بتاع ربنا دي لا اعتراض لكن لازم يكون فيه الناس بتعمل الأسباب الصحيحة فيها الموهبة وفيها أصول الشغلانة فيها أصول الشغلانة بس رقم واحد في العكاية بتاعت ربنا طبعا مفيش خلاق الموهبة وبعد كده طول ما الموهبة موجودة يقدر يشكل فيها زي ما هو عايز مع الخبرة يعني حلو هنا أفكر يمكن معك بأسألت بسوطة عالي زي ما يتألت فاكد غير الوالد بما لا شك فيه تمام تحب مين تاني؟ يعني مين اللي تحب تسمع له؟ كان هو بالنسبة في اللون ده بالزقط كان الرئيس حفن حفن أحمد تاسي طبعا ده بسم الله ما شاء الله طبعا طبعا وطبعا معروف الفنان محمد طهد دي حدا آه يا سلام واللي هو خاضر محمد خاضر ده كل اللون دول دول وابو دراع دول اللي هم العظماء وانت كراجل شغال في المين لازم تسمع كلهم آه لازم تستفاد حتى لو مش تسمع من هنا وتسمع من هنا حتى لو مش لوني يعني كل سمتهم لو دول مش لون نحن آه اللي هي المزمر والأرغول والألات دي آه هم ليهم لون تاني خاص بهم آه لكن أنا لازم أسمع كل حدا أي حاجة حلوة لازم أسمعها تسمع علشان تتبسط ولا بتسمع علشان تقرف ولا بتسمع ممكن تروح واخد حاجة لو أنا ما تبسطش عمري ما اضطرق له واسمع له يعني أنا راح له ليه علشان حلو بتحلو وخويس آه وخويس خالص ولو دات وانا هسمع ودات حدا ده ممكن أخذ منه حدا فعلا ويبقى إنك انت تأخذ من حد زي كده دي حد كويسة في حاجك يعني آه لكن لو واحد مش انت ما بتحبوش عمرك ما هتروح له ولا تسمع عشان تاخذ منه حدا الفن بتاعنا ده زي ما هو ولا بيتطور أو بيحصل فيه تغييرات هو زي ما هو بس لازم بيتعادل توزيع يتعادل توزيع بتاعه ليه علشان لو فيه حادات ما تعدش توزيعها واتطورت مع الوقت بتنتهي آه ما تبقاش متواكبة بقى مع الأجيال الجديدة مع العصور الجديدة خلاص خلاص اتركنت لكن انت لازم برضو بلونك عشان توصي الرسالة كويس وتوصيها لكل الأديال وللشباب لازم انك انت تعد التوزيع توزيع الشغل يعني هي هي الاغنية ممكن اعيد توزيع أنا آه برتم الحالي الحالي الرتم اللقاع والكلام ده تمشي مع الوضع عملت كده في بعض الحاجات ايه عملت وشغال يعني انا حاليا كل تركيزي ها ان انا بقى بعمل توزيع له كل الأغاني التراثية كل التراث بتاعنا كل التراث بتوزعه من أول وجديد بعمل له توزيعه من أول وجديد وشغال حاليا مع استاذ اشرف البرنس بوزع فغنية تراثية برضو لازم ان انا يعني ممكن اجيب كلمات جديدة وكل حاجة ها بس انا يعني الحاجات دي لها معنا اه عايزة لمحها وزبطها وروجها بحيث اجدر اجدمها كويس يعني خسارة اندسر يعني خسارة اندسر وبعدين انا في رأيي صححني انت قادرة انه الكلام نفسه هو بيبقى يا حكمة كبيرة جدا على بعضها يا اما حكم قعدة بتترس جنب بعض حكمة بتجيب التانية بتجيب التالتة فمش عاوزة ضيع ده الله يفتع على حضرتك اللي هو هنا بيقوله ايه فن يجدم رسالة صح هو ده ما هواش كلام موزول لا 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 مش انا اجيب مثلا اغنيع على الهم حاجة على الوزن واقلب لا لازم كله من اوله من بدايته لنهايته يعني انا لما اقول مثلا اروح للمورة لسه اجيبه اروح للمين اشتاكي ولا اعاتب مين واحد بيشكي زعلان من جلة البخت مش عارف اعاتب مين عملت طيب هو جد بالكويسة عملت طيب وكان املي يكون طيب لكن جمالي حدا المايلين ما بنوش لكن الجمال اللي انا عملتها مع الناس ما بانتش واحد بيتكلم على حاله رح تانا ايه حاجة ليه انا قلت للجلب توبه ما رحش انا وحيه مادام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش واخد بالك من الواحد بيحكي على حال واحد كان كويس وعمل طيب مع الناس وما لجيش الكلام ده فلتلاقي الكلمات لها معنا وكلامات محترمة لكن دلوقتي اقدر اقول كلام يا كلام يبقى ممكن عايز يوصل نفس الرسالة دي بس في الفاظ ما تنفعش معنا كمجتمع بالله لأ وبعدين انا لاحز برضو ان الكلام بتاعنا في الصعيد هو دايما تليقي كلام في عزة نفس يعني انا ما تكسرش غلطانة بقى غلطانة بس ما تكسرش ده حاجة تانية ايه ففي طول الوقت عزة نفسي كده مظبوط بيتبقى انك انت بتوصل رسالة بالنسبة للشاعر الصعيدي اللي كاتب بيوصل رسالة ما هو الشاعر نفسه ما هو صعيدي وعنده عزة النفس صح فعمره ما هيطلعش من الدائرة دي هيجسد المشكلة اللي حصلة في الصعيد فعلا عشان هو صعيدي لكن لو واحد من الصعيدي وكتب الكلمات دي لازم تجع منه حدات تعرف انه حتى المزيكة بتاعة الصعيد تحس ان فيها قوة كده يعني الدفوف مع المزامير اللي شغالة هي مش مزيكة عادية يعني هياش نواعمي زي ما يتقال هي جمدة شديدة قوية عشان هي الآلات اللي موجودة معانا آلات حد كالت المزمار آه لكن لو انا شغالت الكوالة والكمان والأنون وكله ده وعلى قاع ورق والدنيا آه ودندنة آه لا إحنا نظمنا الآلات المزمار هتلاقيها عادة شوية في الجول حتى بالنسبة لكشغل أنا اللي بيغني على الآلات المزمار آه بالنسبة الآلات التانية تنزل التون على راحة الفنان يعني انت راحتك فين بيدوله السكة ينزل للتون الآلات على راحته لكن هم سابتين لازم أنا اللي أروح لهم حتى لو أنا تعبان لازم برضو أروح لهم على الطبق بتاعتهم آه لكن أي آلات تانية بتنزل التون وتزبط التون على راحة اللي بيغني آه دي لأ ما عندناش أحنا ما عندناش انت لازم أي واحد فنان شعبي تلاقي تلاقي صوته دهور شوية آه ما شاء الله صح يعني أي واحد في العظماء وفي الشغلين في الفنان شعبي لازم يكون صوته دهور أي واحد شغير أروح دي لو يشتغل هنا ممكن إمكانياته ما تدبش على القصة ما يقدرش فهو عايز التون ينزلهوله براحته ويشوف إيه اللي مريحه وهو الفرجة تروح لهم لكننا ما عندناش أحنا لا صعيدة قويلة هذار ولا ايه ترجمة نانسي قنقر